راحت البال مش معناها ابدا ان احنا ما يبقاش عندنا هموم ومشاكل لكن وسط بقى الزحمة ووسط الهموم ووسط التحديات ووسط المسئوليات انا عندي سلام داخلي مرتاح بالي راية فبالنسبة للمعنى انا بيمثلي السلام الداخلي انت بيمثلك ايه او بتمثلك ايه راحت البال بتشوفها ازاي وايه الحاجات اللي ممكن تعملها تقول عشانها انا اشتريت راحت بالي يعارفين كلمة دي انا اشتريت راحت بالي يعني ساعات بنحط نفسنا في وضع كده او في حاجات بنبقى متمسكين ببعض الطباع ببعض الاشخاص بحاجات معينة باماكن معينة بتبقى عاملان نحالة التراب داخلي الا اكده فيقولك لما استغنيت عن كذا اشتريت راحت بالي راحت البال ابدا عمرها ما بتيجي بتكبير الدماغ يعني والكلمة دي انتشرت في الزمن اللي احنا فيه خصوصا كده الاجالة الجديدة يعني لما تتكلم معاي اقولك ايه عام انا اشتريت دماغ يعني ايه اشتريت دماغ يعني اكبرت دماغي خلاص مش مهم كذا عشان لا هي دي اشتريت دماغك مش معناها راحت بالك معناها ان انت سبت حاجة معينة مفروض ان انت تصلحها ان انت تحلها وتقول يلا فدي معناها تكبير الدماغ او عدم المسئولية او انا مش فارق معايا حاجة لكن راحت البال مش معناها كده ايه الحاجة اللي انت ممكن تكون بتعملها او بتستغنى عنها او تقول بيها انا اشتريت راحت بالي يعني فيه ناس انا سمعت منهم مثلا كلمة انا بطلت المناقشات العقيمة اللي ملهاش لازمة ومن ساعة ما عملت كده اشتريت راحت بالي يعني فيه واحد طول الوقت يدخل مع اي حد في جدال يعني الكلام بقى رايح وما يقتنعش بسهولة ولأ انت وده يقوله انت ورايح جاي نقاش ممكن يوصل لحد بقى خلاص كل واحد بقى متمسك بوجهة نظره ومعندوش تعداد يسمع ولا يتفاهم ولا يتنازل حتى عن رأيه لما درب نفسه انه ما يعملش كده وانه لما يدخل في نقاش ممكن يطرح وجهة نظره ممكن يشرح للقدامه وهو بيفكر ازاي او حتى يعترض انه مش مقتنع بوجهة النظر الاخر الطرف التاني بس في الاخر ما دامش هيوصل بنا للخناء فيقولك انا من ساعة ما عملت كده وانا حاسس ان انا اشتريت راحت بالي خلاص فيه ناس يعني ايه يقولك ايه اتجنب كده النقاشات اللي ملهاش اي لازمة اللي ممكن تتعبك والدخل من ساعة ما تجنبت ناس معينين بالنسبالي هم متعبين انا اشتريت راحت بالي من ساعة ما تجنبت طباعة معينة استفز بيها الشخص اللي قدامي فطول الوقت انا بسمع كلام بيديقني يعني انت عارف ان الشخص ده الزرار ده لو دوست عليه بيطلع او حش ما فيه فانت بتتعب انت تعبان من كتر الكلام اللي انت بتسمعه من كتر الخناءات والمشاكل كل يوم من كتر من كتر فانت تقول انا هتجنب الشخص ده هتجنب ان انا دوس على الزرار في الحتة دي هتجنب باجي جنبه بالشكل الفلاني فانا كده اشتريت راحت بالي في حد بيشتغل مثلا في شغلانا معينة طول وقت حطا تحت استرس على فكرة برضو عشان الشغل مش بسهولة الواحد يلاقيه والشغل ده نعمة من نعم ربنا اللي احنا تسحى ضمن الحاجات اللي بتشكر عليها كل يوم زي ما بتشكر على النعمة الحياة الجديدة دهالك على ولادك على بيتك على شغلك بتشكر على ان فيه ناس بتدور على شغل ومش متوفقة ومش لقيا لكن فيه شغل بيحطني تحت ضغط بشكل معين ممكن يبقى فيه تحدي بيني وبين نفسي لضميري لأخلاقي لحاجات مو انا مش قادر ابقى تحت الضغط ده فمقابل ده يسيب الشغل ويفضل يدور تاني من اول وجديد وبعدين لما تيجي تسأله يقولك انا اشتريت راحت بالي يعني هل انت كده مرتاح اكتر من لو كنت في الشغلانة اللي كنت بتاخد منها اكتر يقولك اه انا كده مرتاح حتى لو الشغل ده اقل حتى لو هرجع خطوة الورا هبتدي من الاول انا اشتريت راحت بالي زي اللي بيقول انا اشتريت ضميري خلق انا ضميري مش هخلفه فانا كده بالي مستريح انا كده تمام جدا فيه حد ممكن اشتري راحت باله طبعا بطرقه غلط كتير ودي ما بتبقاش راحت بال يعني هديكم مثلا فيه مثلا ام او اب يبقى عايز ولاده طول الوقت حواليه فمش بيعلمهم ازاي واجهوا الحياة بار يعني هي بتخاف عليهم انهم يخرجوا وانهم يتكلموا ومش عارفة مع مين ولو اقصي الحسن قصي فيه حوادث قصي الطرق طبعا ولادك لازم يخرجوا طبعا لازم يشوفوا الحياة طبعا لازم يتعاملوا مع الناس طبعا هما لازم يتعلموا يقولك لا انا بني مرتاح كده واما حوالي دي مش راحة بال دي خيبة قوية اللي احنا بنعمله فاحنا كده بنربي ولادنا على الخوف وعلى عدم المواجهة وعدم المسئولية وحاجات كتير قوية لان انا قاعدهم جنبي فطبيعهم رغم ما يعرفوا بعد كده يتعاملوا مع الحياة فدي مسماش راحة بال يقولك لا انا كده ازاي في الولادي حوالي اعودي ولا خصوصا طبعا فيه ناس تتعامل حتى كده مع البنات لا انت لازم تبقى عينك عليها تعلميها تجرأيها توريها ازاي تتعامل مع الناس ومع المجتمع لو قابلتها حاجة صعبة لكن راحة بالك مش في انها تفضل جنبك انا راحة بالي ان انا جاوز بنتي جاوزي بنتك وتطميني عليها بس لما يجيلها حد كويس ما انت مش عشان انت يبالك مرتاح وتشيل المسئولية من عندك ترميها عند حد تاني المفروض تقول يا سوى راجل بقى يشيل شيلتها ويشيل مسئوليتها فتتعف في حياتها لان ما كانش لا الوقت المناسب ولا الاختيار المناسب دي ما اسمهاش راحة بال فساعات كتير قوي من اختار راحة بالنا بطريقة غلط لكن راحة البال في الاول والاخر وقبل اي حاجة ورقم واحد انك انت يبالك يبقى مرتاح انك تحس بالسلام الداخلي تحس ان انت هادي لان في ناس الصراعات الداخلية جواها بتبقى صعب واحد ما بيعرفش حط رأسه على المخدة اصلا وينان اشتركوا في القناة